كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوم الحمد لله حمد الشرقين والصلاة والسلام على إمام المتقين صلى الله عليه وآله وسلم هذه الرؤية جاءتني منذ أيام تقول الرائية وهي من الأردن وهي تعيش في منطقة العقبة قالت رأيت شهبا كثيرة تسقط على الأرض وتتسارع كأنها أمطار مضيئة حاولت أن أقفل باب الشرفة المطلة على البحر من شدة الخوف دفعتني ريح قوية من أثر الشهب الساقطة وسقطت ثم عندما نظرت مرة أخرى إلى السماء رأيت غيوما سوداء وقبل ذلك ببضعة سنوات وأنا كنت أعمل بشركة بجانب البحر في منطقة الضر على الحدود السعودية رأيت نساء منقبات ورجال يترددون مثل أهل يرتدون مثل أهل اليمن يدخلون إلى الشركة معهم دفوف ثم أوقفتهم وقلت كيف دخلتم إلى هنا لا يسمح لكم بالدخول فأجابتني امرأة منهم ثم كبروا بعدها وقالوا كلمة خراب خرب ومن شدة الخوف استيقظت وأنا مرعوبة بعدها بمدة من الزمن رأيت طيورا سوداء كالغيوم السوداء قادمة من منطقة من نفس المنطقة متجهة إلى العقبة تملأ السماء بشكل مخيف بعد هذا الحلم بمدة رأيت سيران سوداء بقرون سوداء هائجة وتجري من البحر باتجاه مدينة العقبة لكنها لم تخرج عن الطريق فرقت وابتعدت عن الطريق ثم فجأة أقاموا جسر المشاة بعد عبور السيران تأويل هذه الرؤية هذه الرؤية لها إشارات ودلالات متعددة وكثيرة تعالوا معي نقوم بفك شفارات هذه الرؤية أولا الشهب الكثيرة التي رأتها الرأية تسقط على الأرض هي إشارة إلى كسرة الفتن وكسرة الظلم وربما تفيد بتغيير حاكم أو زوال ملك وقول الرأية أنها حاولت أن تقفل باب الشرفة المطل على البحر من شدة الخوف فدفعها الريح القوية من أسر الشهب هي إشارة إلى اجتداد وشدة هذه الفتن وهذه الأجواء وانتبه لأن الرأية تقول أنها كانت تعمل بشركة بجانب البحر في منطقة على الحدود السعودية الرأية من الأردن ورأت أحداث هذه الرؤية على الحدود السعودية ورأت نساء منقبات يرتدون مثل أهل اليمن إذن اليمن على الحدود السعودية أربط معايا هذه الرؤية لأهميتها الكبيرة جدا فدخول نساء منقبات من أهل اليمن هي إشارة إلى خير كبير يأتي من جهة اليمن والدفوف هي رمز إلى فرج قريب جدا ولكن يحدث هذا الفرج بعدما يحدث الخراب والخراب يفسر بالطيور السوداء التي هي أخبار حزينة تملأ السماء والثيران السوداء هي عبارة عن ملوك أو أمراء يتقاتلون بقوة وبشراسة على الحكم وجسر المشاة بعد عبور السيران هو ظهور رجل يحكم على السنة النبوية وفيه كثير من الهدى والصلاح يظهر بعدما يحدث الخراب وكأن هذه الرؤية تتكلم عن اقتتال الأمراء وظهور الإمام المهدي من بعدهم والعلم عند الله وحده وهذه رؤية أخرى يقول الرائي رأيت أننا كنا في حرب وكنت أجلس مع أمير المؤمنين الثاني عمر بن الخطاب وكان يرتدي ملابس الحرب وكنت أجلس معه على خشب نحت على شكل كراسي طويلة وطاولة وكان يجلس أمامي وعندما سمع بوق قام ليذهب للحرب عندها أمسكت بيده وكررت عليه كلمة واحدة اشفع لي وبعدها صحوت من النوم على الأزان ولله الحمد والله على ما أقول شهيد تأويل هذه الرؤية هذه الرؤية تتكلم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يرتدي ملابس الحرب وهي إشارة إلى قرب وعودة الفتوحات الإسلامية من جديد ولكن كيف ذلك نكمل الرؤية يقول الرائي كنت أجلس معه على خشب نحت على شكل كراسي طويلة وطاولة وهي إشارة واضحة إلى تعدد أنظمة الحكم وكسرت الفتن بعد موت عمر بن الخطاب ودخلت الأمة في مراحل مختلفة من أنظمة الحكم صراعات على الحكم حروب كثيرة وفتن بسبب التنازع على الحكم ثم بعد ذلك استمع الرائي إلى صوت البوق ليذهب للحرب معناها انتهاء أنظمة الحكم المختلفة بخاتمة الأنظمة الخلافة على منهاج النبوة وهذه الخلافة على منهاج النبوة يصاحبها حروب وفتوحات كما جاء في الرؤية وقول الرائي لعمر بن الخطاب إشفع لي هي إشارة إلى رغبة الرائي أن ينجو من هذه الفتن بارك الله فيكم ونكتفي بهذا القدر ونلقاكم إن شاء الله غدا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر